سيد الحضور نرحب حضراتكم مجددا في هذه الاحتفالية المميزة بيساعدنا اليوم أن نستمع إلى كلمة قائد يحمل في قلبي رؤية طموحة لمستقبل محافظة جنوب سيناء منذ تولي مهام المسؤولية وخلال ثلاثة أشهر فقط استطاع الواء دكتور خالد مبارك أن يقدم رؤية واضحة من خلال إطلاق استراتيجية تنموية متكاملة عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس الجمهورية وتم إقرارها من قبل سيادتي استراتيجية تعتمد على تقسيم جنوب سيناء إلى خمس قطاعات رئيسية تعكس الجغرافية، النشاط والتفرد الذي تتميز به كل منطقة في هذه المحافظة الغالية دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وكل أعماله فأسهر الله وعملكم ورسوله والمؤمنين صدق الله العظيم دولة السيد الأستاذ الدكتور وصفة مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيدات والسادة الوزراء الأجلاء والزملاء العزاء السيدات والسادة وقيادات شركة إزري العالمية حضور الكرام أتشرف بأن أرحب بحضراتكم جميعا على أرض جنوب سيناء الرائعة الحبيبة من فوق هذه الأرض المقدسة والبقعة المباركة والتي تبعد خطواتا عن الوادي المقدس طوى حيث المكان الأوحد والوحيد على وجه الأرض الذي كلم الله عز وجل وخاطب فيه بشر وهو سيدنا موسى عليه السلام وعلى مقربة من جبل موسى الذي تلقى من فوقه سيدنا موسى الطورا وأتم ميقاط ربه أربعين ليلة وعلى مقربة من جبل الدكة موقع التجل الأعظم والأوحد في العالم أجمع والذي تجل الله عز وجل عليه فجعله دكة حين سأله موسى أن ينظر إليه فرد المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعق صدق الله العظيم وأعتقد في الإنجيل بنفس المعنى فيما يأكد الكلام السيدات والسادة الحضور الكرام يشرفني ويشرف المحافظة أن تكون محافظة جنوب سيناء هي أول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوى في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية ويسعدنا أن يكون الاحتفال ونحن على مسافة أيام من الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر اكتوبر المجيد وإن هذا التميز والتفرد في الموقع والمكان والوقت والزمان وأيضا في نوع الجائزة والصبق في الفوز بها كل ذلك سببا جعل أعناق أعناق كل من عمل بجد ومثاورة لنيل هذه الجائزة العظيمة بل أعناق كل مواطن على أرض جنوب سيناء وعلى أرض الوطن أجمع تعانق السماء وتجعل فخرانا جميعا بلا حدود دولة السيد الدكتور رئيس ملس الوزراء السيدات والسادة الوزراء إخواني الحفل الكريم تحتفل الدولة المصرية اليوم بحصول جنوب سيناء على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية إزريساج أورد وليه تهدف لإبراز جهود المؤسسات والشركات التي يستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفاهم وترجمة البيانات المعقدة ولمواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم أجمع ولعل فوز محافظة جنوب سيناء بهذه الجائزة يبرز فلسفة العمل الجماعي والتي أهلت للفوز بها والأساس التي عملت المحافظة وغبنت عليه وتمثل في توجيهات الكهات السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة دوما واهتمام فخامته ومتابعته المباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي لمصر وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية لتحقيق الريادة في منطقتنا العربية وقراتنا الإفريقية وأقليم شرق الأوسط كذلك ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال السادة الحضور من لم يشكر الناس لم يشكر الله أشكركم جميعا قادة وزملاء عزاء في هذه المناسبة الكريمة وود أن أعرب عن خالص شكر لمعالي رئيس مجلس الصراء لتشريفه هذا الحالس العالمي وعلى دعم سياداته المستمر لمشروعات التنمية المستدامة خاصة مشروع التجل الأعظم في سنت كاترين وهو ما يعكسه في زياراته الميدانية المتكررة لمتابعتنا ومتابعة جميع مراحل التنفيذ وحتى الساعة التي أقف فيها أمامكم وتوجيه خلط التنمية بالمحافظة وأشير إلى أن دعم وتوجيهات سياداته وجهود السادة الوزراء زملاء العزاء الذين يقدمون كل الدعم هم الزاد ليكون هذا المشروع علامة فارقة في تحويل المنطقة المقدسة إلى وجهة سياحية عالمية فريدة في مجالات السياحة الدينية والبيئية والتاريخية والثقافية ومما يعكس تدعيم مكانة مصر مستحقة على خريط السياحة العالمية ولعلها فرصة لتوجه لسياداته بشكر شخصي أشكرك الدكتور مصطفى فما لا يعرفه الكثير دولة الرئيس مجلس الزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقود باقتدار مرحلة من أهم مراحل بناء مصر حديثة وكان دائما مديرا لحركة العمران والتخطيط في مختلف المواقع بالدولة ولقد كان سيادته ولي الشرف في العمل مع سياداتكم في العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى منذ توليكم مسؤولية التخطيط العمراني ثم كوزيرا للإسكان وصولا لرئاسة الحكومة وهو ما يتجلى في سقة القيادة السياسية التي نعتز بها في معاليكم نتيجة لقدراته وجرأته على تحقيق الإنجاز وتوجيهه الدائم نحو تنفيذ المشروعات الوطنية بكل كفاءة واقتدار متمسكا بحبه لهذا الوطن دولة رئيس مجلس وزراء إنني أعي جيدا مدى حرصكم وتفانيكم في تنفيذ هذه المشروعات وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المسيرة أنا ورجالي في كل موقع المسئولية وهذا ما يدفعني دائما للاجتهاد أنا ورجالاتي بالكامل والعمل بكل جد لأكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الوطن خاصة وإنني أعلم أنني أمام قيادة تمتلك فهما عميقا لأجمور وتتابع كل خطوة بخطوة عن كثب بكل دقة ومعنية بارك الله فيكم أساتذتي وقادتي ورؤساء الأجلاء دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء السيدات والسادة الوزراء الزملاء والسيدات والسادة قيادات وموصلي إزري الحضور الكريم اسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم الآن بأعظم وأجمل مراتب الشكر والتقدير والعرفان للسيد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق والذي سبقني ولسنوات في تولي هذا الشرف للمسئولية محافظا لجنوب سيناء والذي عمل بجد وإرادة فولة زيه هو كل رجالات وكوادر المحافظة من الزملاء العزاء في كافة في أفرق عديدة للتطوير والنماء في هذه المحافظة والتي نعتز بأنها جزء عظيم والبوابة الشرقية لمصر وإنني أنتاز هذه الفرصة العظيمة لأجدد أنا ورجالي فخامة دولة الرئيس وجميع مواطني جنوب سيناء نجدد جميعا العهد لفخامة السيد الرئيس ودولة السيد الرئيس مجلس الوزراء ولمصر قاطبة نجدد لها العهد على مواصلة العمل التقوب بجد وأخلاص وتفاني من أجل رفعة مصرها حبيبة وشعبها وإننا نعيد لدولة الرئيس بأن نبزل كل الطاقة كل الطاقة والجهد لتحقيق رؤية فخامة السيد الرئيس ورؤية مصر 20-30 واستراتيجية الدولة والحكومة المصرية ورؤيتكم عاملين وبانتهى التركيز والدقة والجد في كل وقت على كل ما وجه به فخامة السيد الرئيس خلال المشاركة في عرض استراتيجية تطوير جنوب سيناء بحضور سياداتكم وذلك في إطار استراتيجية تنموية شاملة للمحافظة وبحضور الجميع أمامنا نعاهدكم جميعا أننا بإذن الله سنكون عند حسن الظن في إطار مواصلة وتكسيف العمل وتعزيز الأداء التنموي والسياحي وبمختلف الكطاعات في محافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقاومات زي تطابع بفريد وهي تستحق وكذلك تحفيزا للاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية وبتوزيع متوازن على جميع مدن المحافظة التجيز الدائم على دعم وتمكين الشباب وتشجيع مشروعاتهم وهي رسالة أنقولها لهم وأكدها معالي دولة الرئيس وتشجيع مشروعاتهم الناشئة وريادة الأعمال هي الأولى وإعطاء أقصى اهتمام لتحقيق إنجاز مشروع التجلي الأعظم بإذن الله فهو التجلي الأعظم والأوحد على الأرض بمدينة سنت كاترين والذي سيحقق بإذن الله تحويل كاملا لمنطقة التجلي الأعظم بسنت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية خالصة في مجال السياحة الدينية والبيئية والتاريخية الأسرية وسياحة الاستشفاء وإضافتها على منصات السياحة العالمية ويتستحق ويزيد بإذن الله وذلك برعاية الدكتور مصطفى دبولي دولة الرئيس دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء السيدات والسادة الوزراء الحضور الكرام في ختام كلمتي اسمحوا لي جميعا أن أرحب بحضراتكم مرة أخرى وعلى أرض الطهر والقداسة والتجلي الأعظم والأوحد عاشت مصر حرح تنابية تحت راية زعيمها وابنها البار المفدى فخامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كمهورية مصر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا